كثيراً ما استبشر نظام المخزن بتبني إسبانيا مؤخراً طرحه غير الشرعي في النزاع على الصحراء الغربية على الرغم من كل الشكوك التي تحوم حول موقف حكومة بيدرو سانشاز التي تجاوزت الشرعية الدولية وانتهكت مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية في القضية الصحراوية غير أن التوترات بين مدريد والرباط التي سبقت التحول في الموقف الإسباني أكبر بكثير من أن يذيبها استفاف حكومة حكومة سانشاز إلى جانب الاحتلال المغربية ولعل أكبر دليل على ذلك تجديد مدريد تمسكها بسيادتها غير المشروطة على جزيرتي سبت وامليلية وزير الخارجية الإسباني خسيمانويل ألباريس قال إن السيادة تلك مضمونة من طرف الحكومة وتتجاوز كل مراسلاتها في إشارة واضحة إلى عدم إدراج سبت وامليلية في رسالة بيدرو سانشاز إلى ملك المغرب لا تناقش سلامة أراضي إسبانيا وسيادتها مع أي شخص ولا تناقش مع أحد ولا تنعكس في أي وثيقة لكن الإسبان على يقين تام من أن الحكومة ستدافع عنها ضد أي شخص تحت أي ظرف من الظروف وإن كانت العلاقات الإسبانية المغربية منذ رسالة سانشاز للملك المغربية تظهر تقاربا غير مسبوق إلا أنها تبطن اتفاقا هشا وتوجسا متبادلا بين بلدين لم يتمكنا رغم الدعم الإسباني لاحتلال المملكة للأراضي الصحراوية من تناسي التوترات السابقة التي أججتها مؤخرا شريحة واسعة من ساسة وإعلاميين إسبان يتساءلون عن مستقبل السياسة الخارجية للبلاد فضلا عن طلب البرلمان استعادة دوره في تحديد مواقف الدولة الإسبانية في ظل ابتزاز يتعرض له سانشاز وكبار المسؤولين في حكومته ببرنامج بيغاسيوس للجوسس ما ينذر وفق مراقبين بانفجار الوضع وعودة العلاقات بين المملكتين إلى سابق عهدها من التوترات